اشتركوا في القناة 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 نقرأ ايضا هذا الخبر جماعة ونفتحها كذا ونشيل خبر الوطن ونخش على ايضا هذا الخبر رياح المنخفض الصحراوي تعيد استخدام الكمامات اوعى تنزل من غيرها اوعى تنزل من غير الكمامات في تحذيرات على القاهرة موجة حر صعبة تضرب البلاد خلال ساعات تقترب من اربعين درجة كلام ده الجمهورية مصر العربية والقاهرة وتحولات جوية مفاجئة تؤثر على اصحاب حساسية الجيوب الانفية استتسبب التغيرات السريعة في الطاقس مثل الانتقال من درجة الحرارة البريدة الى الدافئة او العكس في زيادة الضغط على الجسم وتؤثر على الجيوب الانفية كما كذا معاناة الجيوب الانفية والحساسية وتفاصيل طاقس الاربعاء وتقس الخميس في الاخرى جماعة مصر والقاهرة تواجه عاصفة ترابية خطيرة وفعلا لا تخرجه الا الى الضرورة والكمامة اصدى مهمة جدا 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 للي عندهم امراض تنفسية واللي عندهم امراض جيوب انفية وما زالت درجات الحرارة وخلي بالك في القاهرة وفي جمهورية مصر العربية بالذات اوعى تخفف مرة واحدة الحرارة اه هتوصل الى اربعين ولكن توقعات الارصاد الجوية انها هتنزل مرة واحدة خمس درجات او ثمان درجات بعد كده فخلي بالكم يا جماعة الاجواء دي اجواء بتعي جدا فربنا يكون ايضا معكم ومحضراتكم ومعانا جميعا ربنا يصرها علينا ودايما يا جماعة مش عايزكم تنسوا يعني يا ريت تنشر الاخبار شير الخبر لان من دال على الخير كفاعله واحنا عايزين نحضر الناس ونقول لهم ان الجو مش مظبوط في معظم الدول العربية فاريت تشير وتنشر الخبر ما تنساش تقول على الدعاء الهم نتسودعك الارض ومن عليها من ابرياء تقول امين ما تنساش تعمل اللايك وما تنساش تدعم القناة تابعوني لحظة بلحظة على مدار الاربع وعشرين ساعة هكون معاكم والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع